السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عبادي فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين وفي صنف ثالث ويدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه يعني يترك أهل الخصام والتنازع والتشاحن حتى يتصافوا ويتصالحوا الله أكبر ولذا قال عطاء ابن يصار رحمه الله رحمة وسعة ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا لثلاثة لمشرك أو مشاح أو قاطع رحم سبحان الله فالمشرك الله عز وجل لا يغفر له أبدا إلا إذا تاب عن الشرك وأقام على التوحيد والإيمان وآمن بالله عز وجل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشرقت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاصرين لكن لو تاب المشرك وعاد إلى الله وأقام على التوحيد فالله عز وجل يغفر له ما قد مضى قال جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لو انتهوا عن الكفر والشرك وأقاموا على التوحيد والإيمان يغفر لهم كل الذنوب التي ارتكبوها في وقت الشرك بفضل الله سبحانه وتعالى بل ويغفر لهم الشرك ونفسه بفضل الله سبحانه وتعالى ده بالنسبة للمشرك طب والمشاحن المشاحن هنا يعني طبعا خدوا بالكو عشان الناس برضو يعني مش قادرة تفهم الموضوع فهما صحيحا أفترض النهاردة واحد في خلاف بينه وبين أخوه عشان شوية فروس ولا عشان مش عارفين ولا عشان كذا وخبالك الأمور دي كلها أمور الدنيا دي كلها حبيبي ما ينفعش بقى فيها تشاحن أكتر من ثلاث أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما في الصحيحين لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهما الذي يبدأوا بالسلام لكن الحقيقة أو ده السؤال اللي بيسأله ناس كتيرة جدا أحيانا حبيبي الخصومة بتوصل لمرحلة من الفجور الذي لا يصلح معه صلح بمعنى واحد مثلا بيشتكيل مرة أن هناك من ظلمه خرب بيته وخد فلوسه وضمر حياته وفرق بينه وبين زوجته وحرمه من أولاده لمدة خمس سنوات طب اللي زي ده هيروح يصلحه ازاي واحد خرب بيته وخد زوجته وحرمه من أولاده ودمر حياته كيف يصالحه فمثل هذا الفجور تمام لا نطلبه بصلح ولا يحرم من المغفرة بل الذي يحرم من المغفرة المعتدي هذا الذي وصل إلى حد الفجور إنما نقصد هنا المخاصمات العادية التي تدور ما بين اثنين ده زعلان من ده أصله بصلي بصة مش كويسة أصله عمني معاملة مش كويسة أصله أبني مش كويس أصله ما بيسألش عني أصله مش عارف خد مني مبلغ ومدهنيش الأمور ده كلها لابد أن يتم الصلح وإلا نحرم من المغفرة أما الأمور التي يتعدى فيها الإنسان حدود الله ويفجر فيها في الخصومة لا نطالب المظلوم بل يروح يصلحه ما نقدرش نطالبه أما هو بقى لو قدر بقى أنه يعني يجي على نفسه ويبعث له رسالة تصالح رغم كل اللي يتعامل معاه فده من باب الإحسان الذي لا يعني يعني لا يؤمر به وإنما هو من باب الاستحباب إنه لو أراد أنه يتنازل عن كل هذا فهذا من باب الاستحباب إنما لا نستطيع أن نقول له أن نقول له اللي خرب بيتك وخذ زوجتك وحرمك من عيالك وضمر حياتك ياريت لو تسمحه أو تصلحه وإلا هتتحرم من مغفرة لا نستطيع أن نقول هذا أبدا لأن الإنسان المعتاد أو الظالم وصل إلى حد الفجور وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى وناس فعلا اتظلم متظلم ما بين واحد بيقول لي بيقول لي أن ليه صديق تسبب في أنه يتسجن خمستاشر سنة ظلم دوت يا حباب قلبي أنا أقول له روح صلحه أنا ما أقدرش أقول له كده يعني إنما هو لو حب يعمله ده حاجة يعني يعني من باب الفضل وليس من باب العدل إنما واحد سجنه خمستاشر سنة ظلم حرمه من زوجته حرمه من أولاده ضمر حياته ضمر مستقبله ضمر عياله وفي الآخر أرى أقول له روح صلحه ما أقدرش أقول له روح صلحه وإلا ستحرم من المغفرة في ليلة نصف مشعبان لا يحرم من المغفرة يقينا إن شاء الله إنما الذي يحرم من المغفرة هو الذي ظلمه عيازا بالله يبقى إذن المشاحن إذا كان المشاحن يعني المشاحنة بغير حق هنا يحرم من المغفرة أما إذا كانت المشاحنة مرحلة الفجور أو حاجة تانية أو إن يكون هو تخاص مع واحد من أجل الله سبحانه تعالى فيجوز الخصام هنا وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة جميعا أن يقاطعوا الثلاثة الذين تخلفوا عن غزو التبوك يعني ثلاثة دولة تخلفوا عن غزو التبوك بغير عذر فأمر النبي أصحابه أن يقاطعهم خمسين ليلة حتى نزلت توبة الله عز وجل عليهم فلو كانت تشاحن من أجل مثلا أن فلان ده مصر على بدعة يضل بها المسلمين فهنا التشاحن لا يجعلك أبدا تحرم من المغفرة لأنك تشاحنه من أجل الله سبحانه وتعالى أو واحد عيازا بالله بيتعمد أن ينشر أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت نصحته بالليل وبالرحمة مرة واثنين وثلاثة فوصل الأمر أنه سبك وشتمك واتهمك وآذاك أشد الإذاء ومصر على أن يكذب على رسول الله فالمشحنة التي بينك وبينه لا تحرمك أنت من مغفرة الله لكن تحرمه وهو من مغفرة الله لأن المشحنة في حقك أنت كانت بحق وفي حقه هو كانت ليست على حق ده يعني فق الشفرة بتاعت المسألة دي لأن كتير والله قلب توجع عشانهم بعتوا لي رسائل يا شيخ محمود والله ده مثلا فلان من الناس خرب بيتي وحرمني من أولاد يا شيخ محمود ده فلان سجني 15 سنة يا شيخ محمود فلان خد فلوسي كلها وضمر حياتي وعمل فيها وصوى فيها وخلاني أترك بلدي أنا وأولادي ففي إذاء بيوصل لمرحلة الفجور عيازا بالله مثل هذا يا حبيبي هو تشاحن بحق وليس تشاحن بغير حق طب التشاحن بقى اللي بغير حق هو المقصود من الثلاثة حديث اللي هنرويهم حديث النبع السلام الذي رواه مسلم أنه قال تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله عز وجل لكل عبد إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح الرواية الثانية عند مصطب أيضا تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا يعني أجلوا أنظروا هذين حتى يصطلح أنظروا هذين حتى يصطلح نضيف يوم الحديث اللي روايناه اللي قلناه في أول المقطع اللي هو حديث البيهاق اللي بإسناق حسن إذا كان ليلة نصف من شعبان اطلع الله إلى عبادي فيغفروا لمؤمنين ويمني للكافرين ويدعوا أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا قلنا هنا إذا كان التشحن بغير حق أما لو كان بحقك أن يكون وصل إلى مرحلة الفجور أو يكون التخاصم أو التشحن ابتغاء مرضات الله أو أنه عيزا بله يسب الصحابة أو غير ذلك فالتشحن هنا بحق بفضل الله ولا يحرم الإنسان من المغفرة في هذه الليلة المباركة الصنف التالي يا حبيبي قاطع الرحم وقاطع الرحم تشمل نعين تشمل الذي يعق والديه والذي يقطع أرحام لأن أعلى درجات الرحم هي الأم والأب يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة أول واحد فيهم العاق الوالدي طيب وبالنسبة بقى لقطعة الرحم قال عنها جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله أي طاردهم من رحمتي فأصمهم وأعمى أبصارهم عافان الله وإياكم إذن يا حبيبي فيجب على العبد أن يتحلى بطاعة الله وأن يبتعد عن معصية الله سبحانه تعالى وأن يتجنب الشرك والتشاحن وقطعة الرحم حتى لا يحرم من المغفرة في هذه الليلة المباركة أسأل الله عز جل أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرض المسلمين وارحم موت المسلمين اللهم يا رب العالمين ارفع الظلم عن المظلمين اللهم ارفع الظلم عن المظلمين وكفنا شر الأشرار والفجرة والظالمين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزنين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين برحمتك يا رب العالمين وأن يجمعنوا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته